أجرى جلالة الملك عبد الله الثاني مباحثات مع الرئيس المقدوني في قصر الحسينية اليوم ركزت على فرص تغيير العلاقات بين البلدين في المجالات الاقتصادية السياسية الأمنية والعسكرية وخلال المباحثات أكد جلالة الملك والرئيس المقدوني أهمية بذل الجهود لتقوية التعاون المشترك في قطاعات الزراعة المياه الثقافة والتعليم العالي والصناعات الدوائية وتكنولوجيا المعلومات والسياحة الرئيس المقدوني من جهته أعرب عن تقديره للدور المهم الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك من أجل تحقيق السلام وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وكان جلالة الملك وجلالة الملكة رانيا في استقبال الرئيس المقدوني والسيدة عقيلته لدى وصولهما إلى قصر الحسينية حيث جرت للرئيس الضيف مرسم استقبال رسمية ترجمة نانسي قنقر أقر مجلس النوء باليوم مشروع القانون المعدل لقانون ضريبة الداخل خلال جلسة تشريعية مسائية وفق المجلس خلال أربع جلسات في يومين على أغلب بنود القانون كما وردت إليه من لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية الجلسة الصباحية نرصدها في هذا التقرير رغم أنها جلسة تشريعية لإقرار مشروع قانون مهم كانت قضية مدير عام مؤسسة مؤمنون بلا حدود حاضرة على أعمالها اليوم وبعد أن ظهر الحق بجهود رجال الحق في المخابرات العامة وفي الأمن العام بإظهار زيف ودجل الشخص الذي ادعى بأن هناك أناس خطفوه واعتدوا عليه رئيس الوزراء عمر الرزاز لم يستطع تفويت هذه الإشادات من دون توجيه رسائل للأردنيين إن منعتنا الداخلية تتطلب منا جميعا أخذ الدروس والعبر من هذه التجارب الأليمة على مدى الأسابيع الماضية وعدم الإنجراف وراء الأخبار الكاذبة والشائعات والتأمي والابتعاد عن إطلاق الأحكام المسبقة قضية أخرى لم يستطع النواب عدم الحديث عنها وربطها بمشروع قانون ضريبة الدخل أن نطلق على إحدى وحدات الدفاع المدني أسيد اللوزي ويبدو أنه قد فاتنا أن نجدد قراءة الفاتحة على المرحوم أسيد اللوزي والطفل البريئة لميس علي درويش على أن نقرأها سرا إن شاء الله تعالى وفي مناقشاته للتقرير رفض النواب إصدار قرار من المدير يفرض بمجبه حدا أدنى من ضريبة الدخل على المكلفين من أصحاب المهن أو فئات منهم المجلس رفض أيضا اعتبار القرارات النهائية الصادرة عن دائرة الضريبة سندات تنفيذية قابلة للتنفيذ وفق أحكام قانون التنفيذ وأن توقف الإجراءات في حال لجوء المكلف إلى المحكمة المختصة وقبول الطعن من حيث الشكل القانون فرض على المكلف الذي يتأخر عن تقديم الإقرار الضريبي غرامة حدها الأقصى 100 دينار للشخص الطبيعي و300 دينار للشخص الاعتباري مع استثناء الشركات المساهمة العامة والخاصة والتي تبلغ الغرامة عليها ألف دينار هذا يحقق العديد من النار تفاصيل أوفى حول ما يخص الشرائح في مشروع قانون الضريبة المقرر في نشرتنا الاقتصادية كما سيكون إقرار قانون الضريبة حديث حلقة الليلة من نطب البلد والتي تأتيكم بعد نشرة الأخبار مباشرة إلى خبر آخر أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر رزاز مؤخرا عن عزم الحكومة إعادة العمل بخدمة العلم وفق برنامج مشترك عسكري وتدريب مهني رؤية التقت عددا من المواطنين واستطلعت أراءهم حول هذا التقرير أمع بقوة لأنه فيه شباب كثير وهالأيام يعني بعيد عنك فهم أخلاق وأخلاق زلومية وأعداد تزلام مش عنده نهائية لما يرجع خدمة العلم بعرف أنه فيه انضباط وفيه التزام وفيه أنه حياة لازم يبشي عليها والبناء هذا بدون انضباط ولا نظام مع احترام إلك وفاشل الوضع الشبابي يعني بعد ما يخلص الجامعة بدي يصفهم يعني يلاقي له سولافي يشتغل بيها أحسن له يعني بتكون برضه كمان بضبطوا الشباب الشباب من جديد صارت فلت أمورهم خدمة العلم بحسها أنها إجبارية للشباب تكون أحسن بس أنه للبنات ما أعتقد أنها تكون يعني منيحة لأنه بصراحة البنات يعني يعني هون إحنا عم ندرس فأنه بعدين الرينج طبع الأعمار من 18 إلى 20 كان كتير منيح بس لو يزيدوها يعني لـ 24 عشان ما تقتصر على فئة معينة يمع أنه يرجعوها بس للشباب لأنه أصلاً شارعي لنا نسبة الهمالة والبطالة كتير للشباب فإنه لو يلموهم كلياتهم يحطوهم خدمة العلم أحسن بس مش للجنسين يعني للشباب آه بس للبنات لا وأنا ما أحب فعلاً خدمة خدمة العلم لأنه راح تجي لـ 2000 ويجي لـ 2001 تضوي كلهم ودى المهمة داريني على قصات الشعر وعلى الإنستقرام وعلى الفيس والقصص طرما هاي راح يضبطوهم كلهم قرار عودة خدمة العلم يترتب عليه عبء مالي لتنفيذه في ظل وضع اقتصادي مترد حيث أن التكلفة المالية التي ستتحملها الدولة جراء إعادة خدمة العلم قد ترهق خزينة الدولة وتزيد من عجزها في وقت يرى فيه خبراء أن الفوائد المرتجات من عودة خدمة العلم تضاهي الكلفة المادية لدينا مشكلة واضحة في البطالة وعداد هائلة من الخرجين من الجامعات بحيث أنه يصعب على الدولة الأردنية ومؤسساتها المختلفة أن تستوعب هذا العدد في كل عام ولذلك ربما يكون في موضوع القانون الخدمة من العلم ربما أنه يعطي فسحة للحكومة لمدة عامين على الأقل في استيعاب أعداد معقولة في بعض المؤسسات كما يعطي فسحة للقطاع الخاص وبالتالي فهو يخفف إلى حد ما نسبيا لموضوع البطالة ونسبة البطالة ولم يتمكن من القضاء على البطالة بشكل عام وللحديث أكثر حول عودة خدمة العلم ينضم إلينا في استوديو الأخبار دكتور إبراهيم لبدور رئيس لجنة التربية النيابية دكتور مساء الخير مساء الخير أهلا بك كشفت قبل فترة عن عودة العمل بنظام خدمة العلم هل لك أن تخبرنا ما هي هذه الخدمة وكيف تودون أن تطرحوها بشكل جديد كما تفضلت؟ هذا الموضوع انفتح قبل حوالي أسبوع كان في اجتماع مع عبارة عن دولة رئيس الوزراء لرؤساء اللي جان في مجلس النواب وحتى احنا أول ما دخلنا في الموضوع وصار في حكي في لجنة التربية أنه في عنا مثلا أشياء معينة أنه مثلا قانون خدمة العلم هل ممكن أنه يتفعل؟ فكان عبارة عن رد ابن سوسمو الدكتور عمر رزاز أنه نعم هناك تفكير في وضع آلية جديدة وليست نفس الآلية القديمة يعني الناس يستفكرين أنه خدمة العلم زي القديم لا هو في عبارة عن تصور جديد يسمى خدمة وطن يمكن تتغير اسمها ليس اسمها بالمعنى اللي كان موجود لأنه هذا القانون هو عبارة عن قانون كان موجود هو في أحد القوانين موجودة في الدولة الأردنية ولكن هذه الخدمة سوف تكون مزي زمان سنتين ويكون فيها تدريب عسكري والتزام والآخرين لا هاي الفكرة الآن مطروحة الآن أعتقد بداية 2019 راح تكون حسب الفكرة العامة بس اللي بدي وصله حتى المعلومة العامة أنه لا يوجد هناك تحديد بالزبط إيش الأولويات كامل أعمار كامل مدة ولكن الآن الفكرة العامة عبارة عن تصور عام يوجد هناك من بداية 2019 وفي يكون هناك اللي هو بدينا نسميه خدمة العالم أو خدمة الوطن اللي بدينا نسميها الأفكار العامة الموجودة بتتكون من ثلاث أشهر لأربع أشهر الفئات المستهدفة الآن لغاية هذه لم تحدد ولكن احنا يمكن لدينا تصور في اللجنة يعني العمار بتكون بين 18 والعشرين أقل من عبارة عن 18 بيكونوا عبارة عن طلاب مدارس ممكن ما بكونوا عين الهدف الأساسي منها للأماني الهدف الأساسي يعني نسميه هدفين رئيسيات التوعي نسميها الهدف الوطنية والحس الوطني عند الشباب بحيث يكون عندهم للأردن يعني بالذات للبلد وهذا موجود عند كل الدول وليس حصرا على حده معين وبنفس الوقت بصراحة بدينا نسميها خدمة مهنية بدينا نعلمهم أشياء مهنية بحيث يكون لهم شيء مهني بالإضافة ممكن تكون أنت عبارة عن طبيب ممكن تكون عندك مهنة خاصة تعلم منها أشياء بدينا نسميها أشياء بسيطة لذلك هاي الخدمة الثلاثة أشهر أو أربعة أشهر سوف أقول لها شقان شق عسكري نعم عبارة عن تدريب وهذا سوف تولى القوات المسلحة وبنفس الوقت الشق بدينا نسميه مهني عن طريق وزارة العمل راح يكون هذا الأفكار العامة الآن موجودة راح يكون فيها شقة زي ما قلت خدمة مهنية وخدمة وطنية والهدف منها زي ما سمعت ما قبل شوي أنا شفت ناس كثير مثلا بيحكوا في الموضوع في ناس مششجعين حتى بحيث البنات مششعين حتى أكثر من الشباب مششعين وحتى الشباب مششعين والأهالي مششعين أكثر يعني كان فيه أحد الحكي العام في الموضوع يعني هذا تأييد ضمني نعم تأييد ضمني تأييد ضمني للفكرة الموجودة فهي الفكرة بشكل عام لغاية الآن ليست ناضجة الفكرة لا يوجد عندنا مثلا عبارة عن تواريخ وأعتقد خلال يمكن بداية 2019 سوف تكون هذه الفكرة موجودة على الأرض طيب دكتور هذه الخدمة ستكلف الأردن مبالغ مالية طائلة ونحن نعلم أن الأردن يعاني من أزمة مالية خبرنا شوي عن هذا الموضوع كيف سيتم الموضوع مشهين ناس يتخيلوا ليس كالنظام القديم يعني ما رح نأخذ الناس سنتين وصيروا مثلا في الجيش يأخذوا عشرين دينار زي ما كانوا يأخذوا زمانه ويروح يغيب عنه أهله عبارة عن سنتين وروح يخدم في مناطق مختلفة لا أعتقد الصورة مش رح تكون زي ما صورة مدخلين لذلك حتى فكرة الشباب وعلى البنات يعني في ناس ما حتى هل هي فتشمل ما هو هاي أنا أعتقد ذلك سأليها كون لأنه في حاكة كثير عليها أعتقد فكرة أساسية للشباب للذكور الفكرة الأساسية ولكن هناك فكرة أخرى أنه ما يكون فيه يعني عبارة عن شمل للنسبة حتى للأخواتنا بدنا نسميها ولكن الفكرة موجودة ما تخلين الناس تخذها وتباعدها عن أهل لا ممكن يكون فيه عبارة عن تدريب ولكن عبارة عن تدريب في المدرسة التي بتكون فيها أو في الجامعة بالكلية يعني رح يكون وبعد Runnin في تدريب ما رح يكون ذكور يدربوهن رح يكون من نسبة الأئنات زي اخواتنا ما بتدربه وخواتنا كلهم بتدربه في القطاعات العسكرية في الأمن وعلى الأخير ولكن الفكرة الرئيسية هي للذكور هي الفكرة الرئيسية ولكن فيه فكرة أخرى مرادة في إلها في حكي إلها إنه يصير عبارة عن تصور بدنا نسميه للجنسين نعم لعبارة عن كل جنسين دكتور تحدثت قبل قليل أن الموضوع كان موجود بالدستور الأردني وسوف يعود العمل به الآن من المتوقع أن يعود يعني حضرتك لم لسه حكيت إنه عبارة عن تصور ما هي الإجراءات التشريعية التي ما ممكن أن تتخذها أو اللازمة لإقرار مشروع عودة نظام الخدمة هذا ما شاء نتخيله هو قانون قانون موجود عندنا في الأردن قانون معمول به محطوط عبارة عن سنتين وإلى آخرين إذا بدنا إذا بده يصير العمل على القانون القديم يجب أن يكون هو عبارة عن تغيير للقانون كامل سوف يدير مدلس النواء ويصير في تغيير ولكن في فكرة أخرى أنه خلي القانون على ما هو عليه وليس يتغير عليه أنه يصير فيه عبارة عن تعليمات وعبارة عن نظام صادر عن رئاسة مثل وزارة ليس له علاقة بالقانون القديم قانون القديم عبارة عن سنتين في أداء معين في خدمات معينة ولكن هو شق ولكن هذا تعطل بدي أسمى أو عطل خلال ممكن آخر عشرين سنة ولكن هذا يمكن يصدر في أسلوب آخر ليس له علاقة بالقانون القديم لذلك الفكرة زي ما حكيت الناس متخيلين فكرة العالم هنا قديمة ويخضوا بالنسبة لبناتنا يودوهن يبعدوهن عنه وبعدوهن سنتين لا الفكرة ليست كذا الفكرة أخرى تماما راح يكون عبارة عن تدريب ويجبنا فقط للجامعات أو للطلاب في المدارس إحنا بدنا كل شخص أردني كلهم بغض النظر وحكيت لك ممكن الثامنة عشرين هي الفئة المستهدف في البداية وأعتقد أنه راح يصير فيه تطور للمستقبل وإن شاء الله أنه هدف الرئيسي من الفكرة اللي هي الأشياء المسي الوطنية للأمانة نحن بحاجة في هذا البلد لزراعة الأشياء الداخلية لإحنا بصراحة بحاجة للأشياء أنسينا نفتقدها شكرا جزيلا لك الدكتور إبراهيم رب دور رئيس لجنة التربية النيابية أهلا وسلم هذه عودة إلى نشرة الأخبار رغم صدور نظام ترخيص لمقدمي خدمات النقل المدرسي يرفع أهل الطلبة أصواتهم في سبيل حل المشكلة المتفاقمة وسط مطالبات بإيجاد علية عمل ملائمة تنظم هذا القطاع وتضمن سلامة الطلبة واستمرارية نقلهم من وإلى المدارس لا تزال مشكلة نقل طلاب المدارس الحكومية مفتوحة حتى بعد صدور نظام ترخيص مقدمي خدمات النقل المدرسي ورياض الأطفال والعاملين لديها لسنة 2018 رغم تأكيدات أولياء الأمور أنهم بأمس الحاجة لهذه الوسيلة من أجل نقل أطفالهم للمدارس بصراحة يعني ما في بدائل وهذه الشغلة وجدت من خلال عجز الحكومة عن تلبية هاي الخدمة ما عندي سيارة أوصل أولادي الصبح مثلا ولازم على سبعة ونص يكونوا هون قبل السبعة ونص يكونوا موجودين فعني بنتي يعني عشر سنين كيف بدأ أوصلها وبيتي بعيد يعني أنا هلأ مثلا بنتي الكبيرة مع نفس السواء من صف أول هلأ هي أول ثانوي ما شاء الله محترم خلوق مثل أخوها بعملنا معاملة أهل عام 2015 وضعت هيئة تنظيم النقل البري مسودة للتعليمات المتعلقة بوسائط نقل طلاب المدارس الحكومية إلا أن هذا النظام أقر ودخل حيز التنفيذ منتصف شهر تشرين الثاني بشروط متعددة لترخيص مكاتبه من أجل هذه الغاية بالنسبة أننا صعب الآن نطبق لسبب أولا هم طالبين شركة برأس مال 100 ألف دينار والشركة برأس مال 100 ألف دينار تبتعرف أننا نتعاون الدخل المحدود معظم متقعدين عسكريين ومدنيين يعني رواتب محدود من 300 دينار إلى 350 دينار بالإضافة إلى أنهم باصات حديثة الباص الحديث إحنا حاولت أرسل بعض الشركات سواء داخل البلد أو خارجها طلبوا مننا طبعا من 16 إلى 17 أدوان قيمة الباص إذا ندفع نقدا فإحنا الآن مكانية المالية ما لدينا قدرة خلينا نجلس على الطاولة نتشاور نتحاور حتى نحل هذه المشكلة تكون مرضي لكل الأطراف وتبقى كيفية نقل طلاب المدارس الحكومية مطروحة في الشارع الأردني من أجل الوصول إلى نظام يناسب جميع الجهات لنقل الطلاب بطريقة آمنة ليلى خالد رؤيا رعى وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشححد حفل ختام مبادرة جمعية العزم البيئية الشمس للجميع التي أقيمت في منطقة دبين بحضور عدد من المسؤولين المحليين فيها وشارك الوزير بمختلف فعاليات الحفل مؤكدا أن وزارته شريك فاعل وستراتيجي في عمل هذه الجمعيات وستعمل على دعم جهودها بالمحافظة على البيئة وقال محافظ جرش مأمون لوزي الذي حضر الحفل إن الحكمية الإدارية ستتخذ أشد الإجراءات والعقوبات بحق من يعتدي على الثروة الحرجية والبيئية وتخللت الحفل كلمات ألقتها شخصيات عدة وتم توزيع دروع تذكارية لمساهمين في المحافظة على البيئة بمحافظة جرش اطلقنا في وزارة البيئة عمل النوادي البيئي والمتنزهات البيئية التي من خلالها سنقوم بنشر ثقافة المحافظة على هذه الأشجار ستعمم هذه في كافة محافظات المملكة وهذا يعطي إيجابي في أن تتضافر وزارة الزراعة ووزارة البيئة في الحفاظ على الغابات فعليتنا كانت عبارة عن رحلات وأنشطة بيئية كنا نعرف المشتوى عن مدني ألف شخص استهدفنا في مبادرتنا عرفناهم على مفردات البيئة عرفناهم على غاباتنا على مقدراتنا البيئية والطبيعية في الأردن والحمد لله كانت النتائج والفيدباك كان رائع من المواطنين قدمت بهذا اليوم بهذا المشاركة كفنان بيئي بعض النماذج والأشكال الفنية المصنوعة من المخلفات الطبيعية والمخلفات البيئة من ضمنها المخلفات المدرسية والمنزلية وبالذات ركزنا على المخلفات المدرسية والمنزلية لأن معظم المخلفات التي تلوث البيئة تخرج من المنزل ومن المدرسة ضمن برنامج الصرف الصحي ونظفة للملايين ومشروع تحسين كفاءة استخدام المياه المجتمعي أعلن البدء بمشروع معالجة وإعادة استخدام المياه الرمادية في حديقة مسجد صلاح الدين الأيوبي في محافظة المفرق والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون والتنمية ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع وزارة المياه والري ووزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ودائرة الإفتاء ووزارة التربية والتعليم برنامج الصرف والنظافة للملايين يهدف إلى تحسين الوصول إلى خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وإلى النظافة الصحية في البلدان المستضيفة للاجئين أو النازحين حيث تشمل أنشطة البرنامج في الأردن على إنشاء وحدات معالجة وإعادة استخداما للمياه الرمادية بالإضافة إلى إنشاء وإعادة تأهيل المرافق الصحية في عدد من المساجد ومقامات الصحابة في الأردن هذه المشاريع لغايات حصاد المياه وإعادة استخدام المياه بعد معالجة مثل مياه الحمامات يهدف الوضوء على سبيل المدار فقط وبالتالي يتم استخدامها لرأي الحدائق وهي نظرية في وزارة المياه نعتبرها من أهم الأسس التي يجب أن نبني عليها عملية ترشيد الإسلاك وإعادة استخدام المياه واستقلالها نظرا للواقع المائي الصعب الذي يواجهه الأردن في تعاون تم ما بين وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية ومنظمة الجي آي زيد التعاون الألماني لعمل مشروع في كافة أنحاء المملكة الأردنية الهاشمية في الشمال والجنوب والوسط لتزويد الوزارة بسيارات من الجي آي زيد مزودة هذه السيارات بأدوات معينة حتى يتم صيانة أو عمل الصيانة اللازمة من المساجد دورات المياه أو الصنابير المياه الموجودة في المساجد يتدرب عليها المؤدنين وموظفي المساجد الموجودين في الميدان بعد أشهر من عجز مالي ثارت خلالها المخاوف على مستقبل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل الأجيين الفلسطينيين الأونروا أعلن المفوض العام للوكالة التغلب على الضغوطات المالية غير المسبوقة رسالة تحدي أرسلتها وكالة غوثي وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا لكل من الولايات المتحدة وحكومة الاحتلال الوكالة الأممية أعلنت أنها استطاعت تجاوز أزمة التمويل الخانقة البالغة 446 مليون دولار والتي نجمت عن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووقف تمويل بلاده للأونروا بشكل كامل هذا نتيجة طبيعية لأن الأونروا هي مؤسسة دولية وأقيمت وأسست بقرار دولي وأمريكا عندما تجفف التمويل باتجاه هذه المؤسسة الدولية أمريكا تعاقب نفسها وتعزل نفسها عن العالم وعن المؤسسة الدولية واستعدادا لمواجهة الأزمات المالية المستقبلية ولتوفير كافة أشكال الدعم للعام 2019 فإن اجتماعات اللجنة الاستشارية للوكالة الأممية برئاسة تركية والتي تستضيفها الأردن ستبدأ أعمالها يوم غد بمشاركة ما يقارب 30 دولة من الأعضاء الدائمين في اللجنة بات وضح تماما أن هذه الاجتماعات تأتي في سياق محاولة درئ مخاطر ما تتعرض له الأونروا من خلال قطع أمو المساعدات الأمريكية ومحاولة تحريض العالم أيضا من أجل قطع هذه الأموال ومن أجل تقويد الأونروا كوكالة غاوة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين مهمتها الأساسية التي طلع في دورها في متابعة موضوع اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم هناك مسؤولية مضاعفة من المجتمع الدولي لحين عودة اللاجئين الفلسطينيين تنتهي عمل الوكالة غاوة تشغيل اللاجئين الفلسطينيين داما للفلسطين في المخيمات ومشرط وترفض حكومة الاحتلال إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية التي تسندها في عملية ترفض حق عودة اللاجئين الفلسطينيين فبقاء وكاله أساسي بالنسبة لنا ورغم أن الأونروا استطاعت سد الجزء الأكبر من عجلها المالي بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين إلا أن مؤسسات الوكالة التعليمية والصحية في مدينة القدس المحتلة لا تزال تواجه خطر الإغلاق بشكل كامل بقرار من بلدية الاحتلال مئات الأسرى داخل سجون الاحتلال ينتظرون إتمام صفقة تبادل بين الاحتلال وحركة حماس التي وقع في أسرها جنديان من الاحتلال بان عدوان عام 2014 حماس ترفض الإفساح عن أي معلومة حيال الجنود الأسرى فيما الاحتلال ينفي التوصل لصفقة تبادل 38 عملية تبادل للأسرى تمت بين دول عربية وتنظيمات فلسطينية ولبنانية من جهة والاحتلال من جهة أخرى منذ العام 1948 حتى العام 2011 بعد النكبة جرت عدة صفقات تبادل بين الاحتلال وحكومات عربية الحكومات أعادت عدد كبير من الجنود الأسرى لديها في المقابل تحرر آلاف الجنود والمدنيين العرب من الاعتقال عمليات تبادل مشابهة حدثت أيضاً بعد حرب عام 67 من أبرز صفقات تبادل الأسرى مع الاحتلال تلك التي أعاد الأردن بموجبها جثة جندي من الاحتلال قتل في معركة الكرامة مقابل الإفراج عن 12 أسيراً فلسطينياً وأردنياً الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كانت أول التنظيمات الفلسطينية التي أجرت صفقة تبادل للأسرى بعد أن خطفت طائرة وبدلت ركابها ب37 أسيراً من دو الأحكام العالية كان هذا عام 68 في العام 83 أجرت حركة فتح أول عمليات تبادل للأسرى مع الاحتلال حيث سلمته عدداً من الجنود المعتقلين لديها في جنوب لبنان مقابل أن يفرج الاحتلال عن 65 أسيراً من سجونه وطبيض معتقل أنصار الذي كان يقيمه داخل الأراضي اللبنانية أما في العام 85 بادلت الجبهة الشعبية القيادة العامة ثلاثة جنود احتلال كانوا أسرى لديها بـ 1150 أسيراً فلسطينياً وعربياً في العام 97 بادل الأردن عملاء موساد حاول اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل بالشيخ أحمد ياسين مؤسس الحركة الذي كان معتقلاً لدى الاحتلال منذ عام 89 بين عام 96 و2008 أجرى حزب الله اللبناني أربع عمليات تبادل حرر خلالها أكثر من 500 أسير فلسطيني ولبناني وعربي بالإضافة لأسير ألماني في هذه العمليات أيضاً استعاد حزب الله جثامين شهداء كان الاحتلال يحتجزها في مقابر الأرقام آخر عمليات التبادل كانت صفقة وفاء الأحرار في أواخر العام 2011 حررت حركة حماس 1027 أسيراً وأسيرة مقابل إفراجها عن الجندي قلعة شاليت اليوم حرية مئات الأسرى رهن لمبادلة حركة حماس الجنديين الذين تحتجزهما منذ عدوان 2014 مئات الأمهات والزوجات ترتبط حياتهن بالتوصل لاتفاق تبادل للأسرى بين حماس والاحتلال الذي يماطل في الاستجابة لمطالب الحركة من فلسطين المحتلة حافظ أبو صبرة وفي جودتنا حول العالم المزيد من الأخبار ومنها الحثيون يستعدون لحجد مزيداً من المقاتلين على جبهة الحديدة في اليمن والرئيس الأمريكي يزور مدينة صغيرة دمرتها حرائق كاليفورنيا أعلن الحثيون أنهم مستعدون لحجد مزيد من المقاتلين على جبهة الحديدة رغم تراجع حدة التوتر فيما يستعد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين جريفث لزيارة البلاد سعياً لإقناع الأطراف بالعودة إلى طاولة المفاوضات نفى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون ضرباته الأخيرة على الجيب الوحيد الذي بقي تحت سيطرة عصابة داعش الإرهابية شرق سوريا قد تسببت بمقتل مدنيين محملاً المسؤولية لقوات أخرى موجودة في المنطقة قال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستحدد خلال اليومين المقبلين من قتل الصحفية السعودية جمال خاشقجي موضحاً أن تقريراً كاملاً حول من فعل ذلك سيتم الانتهاء منه بحلول الاثنين أو الثلاثة عين الرئيس الأمريكي مشاهد الخراب في مدينة باراديس الصغيرة التي اشتاحتها بالكامل الحرائق الأسوأ في تاريخ ولاية كاليفورنيا يأتي ذلك في وقت يزداد فيه عدد الضحايا مع العثور على جثث جديدة فيما أعلنت السلطات أن لا أحد يعرف فعلياً العدد في هذه المرحلة كونه لا يزال هناك نحو ألف شخص في عداد المفقودين بعد أكثر من شهر من الترحال يقف مهاجرون جاءوا من مناطق في أمريكا الوسطى خارج معبر أمريكي على الحدود مع المكسيك على أمل أن يتمكنوا من طلب اللجوء إلى الولايات المتحدة أو أن يحصلوا على أي فرصة تمكنهم من دخولها بحثاً عن ظروف معاشية أفضل أو هرباً من أخرى أسوأ تنقل هؤلاء المهاجرون من مكان إلى آخر لأكثر من شهر ليصلوا الحدود الأمريكية مع المكسيك المهاجرون الذين جاءوا من مناطق في أمريكا الوسطى منها هندراس وقواتيمالا وسلفادور يدركون أن فرصهم لدخول الولايات المتحدة قد تكون معدومة لكن اليأس الذي اعتراهم جراء الفقر أو العنف أو الاضطهاد في بلادهم دفعهم إلى المغامرة على أبواب الولايات المتحدة مئات ينتظرون لجوء لكن السياسة الأمريكية الصارمة تجاه المهاجرين قد تضع حداً لأحلامهم فقد أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنشر 9000 جندياً على الحدود كما أغلقت السلطات عدداً من الطرق على المعابر بين حدود البلدين كما تم نصبه سياجاً من الأسلاك الشائكة لتعزيز الأمن ترامب كان وقع الأسبوع الماضي أيضاً قراراً يحرم الذين يعبرون الحدود الأمريكية المكسيكية بشكل غير شرعي من حق التقدم بطلب لجوء إلى الولايات المتحدة اليوم من وصل إلى الحدود الأمريكية ينتظر ويأمل في فرصة للتغيير وكتابة فصل جديد من رواية حياته وهناك آخرون على الطريق ما زالوا يخوضون هذه المغامرة في موسم الهجرة إلى الشمال الآن نترككم مع هذه المشاهد واللقطات وبلا تعليق ترجمة نانسي قنقر